إذن نكمل مع الأسباب اللي تضعنا إنه في خانة الـ Good Code طبعاً تكلمنا في الدرس السابق عن بعض هذه الأسباب ومنهم هذه الأسباب كالتعليقات ذات معنى وإذن تسمية الكائنات باستخدام طريقة Camera Case or Pascal Case or Snake Case بطبيعة الحال إذن وللك بعض الـ Reasons اللي هي تكون عكسها تماماً اللي إحنا اطرقنا لها في الـ Bad Code إنه عندنا Classes that only do one job الكلاسات اللي تعمل لك وظيفة واحدة فقط فهذه كلاسات جداً ممتازة في الترتيب في الـ Organization بطبيعة الحال أو مثلاً إنه أنت تأتي بـ Class وهذا الـ Class للتعامل مع قاعدة البيانات مثلاً نتضع في وظيفة لتحويل الصورة من صورة أوكي تحولها إلى Pite فطبعاً إنها تسأل نفسك إنه هل هذه الوظيفة هي في الأصل يعني موجودة في الـ Class يعني وجودها صحيح في هذا الـ Location في هذا الـ Class اللي هو خاص في الـ Database يعني على سبيل المثال أو خاص في الـ Operation في وظائف قاعدة البيانات كالقراءة أو الكتابة أنت تأتي بوظيفة ليست في موضحها ضمن الـ Class وبالتالي أعطيت للـ Class إنه يعمل بأكثر من جوب أكثر من وظيفة إنه يتعامل مع قواعد البيانات ومن نفس الوقت يتعامل مع Input Output لتحويل الصورة إلى Pite وما إلى ذلك إذن هنا نفضل إنه الوظائف بنفس الوقت إنه هي تعمل لك يعني شيء واحد وإحنا هذا تكلمنا فيه إنه شفنا وظيفة للتشفير وكسر التشفير وقلنا هذه وظيفة تكون يعني صعبة للقراءة وصعبة للاستخدام بطبيعة الحال إذا ردت إنه مثلا فقط تكسر أو فقط إنه تعمل Decryption فإنت لازم إنه تستدعي الوظيفة تعمل لك Encryption فإحنا نعمل وظيفة تعمل ونبدأ نستخدم مفهوم فصل المهام ونعمل وظيفة تعمل وظيفة للتشفير ووظيفة لكسر التشفير بعد ما تطبق هذا المفهوم راح أشوف نفسك إنه أنت الوظائف ما تتجاوز 10 lines من الكود 10 وطبعا الوظائف اللي تتجاوز 10 lines يمكن تحتوي على أكثر من 10 lines وتؤدي وظيفة واحدة ما في أي مشكلة لكن الوظائف اللي تؤدي أكثر من وظيفة ضمن أكثر من 10 lines تعتبر عندك وظائف غير جيدة بطبيعة الحال أيضا الوظائف اللي تكون With No More Than Two Parameters مثل ما تعرف حتى نبدأ نوظف هذه الوظيفة فإحنا نمكن عملية إدخال بعض البراميتر يعني على سبيل المثال وظيفة تقوم بحساب إليك المساحة المستطيل فأنت راح تبدأ تعطيها الطول والعرض أوكي لكن ربما أنه يحتم على أن الوظيفة تستقبل عندك أكثر من براميتر ما فيها مشكلة لكن بعض الأحيان الوظائف اللي هي تؤدي أكثر من وظيفة راح تبدأ تستقبلك بعض البراميتر اللي تكون متشابكة وبالتالي لما تعطي ربما تعطي براميتر ما يعرف فيما بعد أنه developer يعطي خصائص وظيفة ما تستخدم في الطريقة الصحيحة لإنجاز الوظيفة الداخلية باحتبارها عندنا مهمتين داخل الوظيفة وكل مهمة تحتاجها للبراميتر الخاصة فيها طبعا هذه النقطة يفضل أنه هي تكون عندك يعني two parameters ولكن ما في أي مشكلة إذا كانت أكثر من براميتر يعني بعض الوظائف يمكن أن تصل حتى ل 15 parameters لكن النفس المهمة بنفس الوقت إحنا نفضل استخدام نسيطر على البرنامج ليس عن طريق الexceptions إنما عن طريق مثل ما قلنا عن طريق إيش عن طريق البحث عن هذه الexceptions وتحويلها إلى منطقة بمعنى أنه نستخدم try والcatch في عملية try لازم نبحث عن إيش هي المشاكل اللي يمكن إنه هو تكون عندك فيها التراي إذا كانت معرفة إن هذه المشاكل فخلاص إحنا ناخذها على أساس exception داخل التراي كف شرطية كشرط معين كبولين بطبيعة الحال true or false وبالتالي نظهر خطأ ذا معنى يعني لا نظهر للمستخدم خطأ أو اللي هو رح يكون عندك داخل الكاتس أوكي نظهر لخطأ ذا معنى إنه إحنا إيش هو الخطأ اللي لازم المستخدم ما يقوم فيه أو في عملية الخاصة في البرنامج لازم نظهر على داخل تراي وفيما إذا لم تكن عندنا طبعا أي فكرة عن إيش هو الخطأ فإحنا آآ نبدأ نضاعه أو نتوقع إنه هو رح يكون عندك في اللوكيشن الخاص في الكاتس وأيضا عندك في في نهاية الأمر يعني سواء try or كاتف إيش رح يبدي يحصل بطبيعة الحال أوكي فهنا الأمور اللي إحنا تكلمنا عنها من حيث عملية الـ proper use the exceptions إنه use default values إيش معنى ذلك يعني هذي تحتبر عندك exception يعني مثلا إنه أنت واضع للمستخدم مدخل على أساس يكون عندك رقم فيما ذا المستخدم أدخل حرف فراح حصير مشكلة مثلا رقم أنت ضربه في قيمة معينة وبالتالي رح تحدث عندك مشاكل حتى إنه يمكن إنه تتوقع هذا الشيء تظهره داخل الكاتس أوكي لكن هذه هي في الأساس أنت واضح من عندك إنه ربما المستخدم يدخل قيمة ليست رقمية قيمة حرفية وبالتالي رح تبدد احدث مشاكل فأنت يمكن أن تضع داخل إنه تقل إذا المستخدم دخل داخل المربع قيمة ليست برقمية أظهر لرسالة تشير إلى إنه أدخل قيمة رقمية أوكي فأنا أخذت إيش أخذت بنظر بنظر الاحتبار إظهار message accept a string message inner exception بنفس الوقت أظهر هذا داخل أو يمكن إنه أتفادى هذا الشيء من خلال استخدام default values قيم default لهذه العملية بطبيعة الحال فهنا في عمليات الexception طبعا نركز على معرفة الexception اللي موجودة عندنا في عملية التنفيذ أو error codes هذه ونظهرها على شكل رسائل ذات معنى للمستخدم حتى يدي صحح مسارة بطبيعة الحال أيضا نركز على الكود إنه يكون قابل للقراءة من حيث تنظيمه وترتيبة في حال تنظيم المثود أو استخدام الرجزين على سبيل المثال أيضا احنا اتكلمنا في الباد كود عن الوظائف اللي تكون مشدودة مع بعضها يعني على سبيل المثال ذكرنا إنه في مثال خاص في class اسميناه database وهو خاص في الاتصال في قاعدة بيانات وأنه SQL Server قلنا إنه هنا لازم نركز على الكود ما يكون عندنا مشدود في حال إذا أردنا إنه نغير الاتصال إلى Oracle فهنا لازم نغير في الكود هذا ونغير في كل جزئية من هذا الكود وطبعا هنا لازم إنه في البداية نركز على الكود يكون عدي أقل loosely cobbled ما يبدأ يحتمد شيء يحتمد على شيء وبالتالي راح تبدأ تفرق في هذه العملية وتكون عندك العملية أسهل من حيث عمليات التحديث فيما بعد بالنسبة لل High Cohesion قلنا إنه Low Cohesion التصفية والتعرية القليلة تبدأ تؤثر عندك في ترتيب وتنظيم الكود فطبعا ال High Cohesion هي تصفية وتعرية الكود ووضع الوظائف اللي تكون related تكون متصلة مع بعضها وذات نفس الوظائف يعني على سبيل المثال لو تشوف أنه عندك Microsoft System Diagnostics النامس بيس راح تشوف فيه Find that is only content code يعني الكود اللي هو خاص في الدايجنوستيكس يعني ما راح تشوف فيه أي أمور خاصة مثلا للتعامل مع أمور ليست لها علاقة بطبيعة الحال باسم هذا النامس بيس يعني مثلا System.io نامس بيس الخاص في الإدخال والإخراج راح تشوف فيه فقط الوظائف أو اللي بطبيعة الحال تكون ذات related تكون متصلة في التعامل مع ال Input والOutput إحنا إذن ذكرنا أنه ترك الكائنات معلقة في الميموري هذه تعتبر عندنا من المشاكل التي تؤثر على أداء البرنامج يمكن أن تستخدم عندك Finalize أوكي هذه العملية ولكن من الأفضل أنه إحنا نبدأ نعمل Dispose عليها أوكي نبدأ نستخدم وظيفة Dispose وهذه الوظيفة ضد المهمة و راح تبدأ تعملك Dispose وتحرير تعملك Releases لكل الوظائف أو ال Objects اللي راح تكون عندك في الذاكرة في الميموري بطبيعة الحال أوكي وأيضا نركز بنفس الوقت إذا ما قدرنا نعمل Dispose لأن Dispose راح تبدأ تعملك Dispose لكل الكلاس نركز على عمل Sets Object to null يعني عندك مصفوفة و انتهت من عمل المصفوفة مبدئيا فبعد ما تنتهي من عملها اعمل عليها null يعني ترجحها على قيمة فارغة حتى تبدأ تعمل Release من الذاكرة بطبيعة الحال و أيضا يمكن أنه نستخدم Using كلمة Using اللي تستخدم دائما ما تشوفها في بعض الأكواد هذه الكلمة جدا مهمة بعد انتهاء وظيفتها راح تبدأ تعملك Release بشكل تلقائي يعني هي تعملك Dispose بشكل تلقائي لهذه الكائنات اللي تكون داخلها بعد انتهاء Using بعد انتهاء عملية استخدامها بعد ذلك راح تبدأ تعملك Dispose Off لكل هذه الكائنات إذن هنا يمكن تستخدم Dispose يمكن انه استخدم Set Object null إنه قيمة الـ Object هذا تعمله null قيمة فارغة متى ما قلنا مصفوفة تعملها قيمة فارغة ترجحها قيمة فارغة أو يمكن انه تستخدم Using بطبيعة الحال أو يمكن انه تركز في عملية المتغيرات اللي تكون قابلة للاستخدام أيضاً ايضاً ايضاً بالنسبة للـ Finalize نبدأ يعني نقلل عملية استخدامها ونبدأ نستخدم بدلها Dispose والطرق السابقة لعمليات تحرير الـ Objects في الذاكرة أيضاً نبدأ نستخدم The Right Level of Abstraction The Finalized Method مثل ما تعرف ان الـ Abstraction التجريد مفهوم التجريد هو مفاهيم الخاصة في البرمجة كائنية التوجه وتجريد الكائنات بمعنى عدم قابلية الاستنساخها فهذه أيضاً نقطة لازم تأخذ عندنا بنظر الاحتبار في كتابة الكود النظيف وأيضاً لعمليات الترتيب في الكلاسات اللي تكون عندك كبيرة في الـ Large Classes اللي تحتوي على مجموعة من الوظائف مجموعة من الوظائف اللي تكون Related متصلها مع بعضها فأني أضحها داخل الـ Regions أعمل لها Regions وقلنا أن الـ Regions يمكنك من عملية الـ Collapse والـ Expanded as needed يعني مثلاً عندك وظائف للتعامل مع عمليات الإدخال والإخراج وقاعدة البيانات يعني إدخال البيانات تعديل البيانات قراءة البيانات هذا موجود في Classes أو موجود في الـ Class اللي هو يحتوي على مجموعة من الوظائف على سبيل المثال أخرى غير للتعامل مع الـ Read والـ Write من قاعدة البيانات فأني هذه الوظائف أضحها داخل الـ Regions أعمل لها Regions داخل الـ Class وأبدأ أضح هذه الوظائف داخلها وبالتالي متى أنه ردتها أبدأ أعمل عليها Expanded أو ما أريدتها أنه تطارفه لـ Class أبدأ أعمل عليها Collapse أوكي؟ وطبعا هذه نقطة جدا مهمة لازم تنظر لها في عملية ترتيب الـ Code ترجمة نانسي قنقر